شهد عام 2020 نجاحات وصفها البعض بالمتواضعة فيما يتعلق بواقع النازحين في العراق تحديداً اتخذت الحكومة قرارات بإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وأيضاً إغلاق المخيمات ولكن هذا القرار تسبب بجدل كبير بين رافض له وموافق بالرغم من أن العام الحالي لم يكن مأساوياً بالنسبة لمعظم النازحين في المخيمات لكنه في الوقت ذاته لم يكن عاماً وردية وبينما يواجه معظمهم تحديات اقتصادية صحية ومعيشية صعبة خاصة خلال النصف الثاني من هذا العام يواجه آخرون تحديات مختلفة تتعلق بقرار الحكومة العراقية إغلاق هذه المخيمات وإعادة الساكنين فيها إلى مناطقهم الأصلية قرار الحكومة إغلاق مخيمات النزوح هذه كان إيجابياً لبعض النازحين بينما لم يكن كذلك للبعض الآخر بسبب مخاوف من ثارات عشائرية قد تلاحقهم على خلفية اتهامهم بصلاة مع تنظيم داعش في المقابل يرفض عدد كبير منهم العودة إلى مناطقهم لأسباب تتعلق بالجانب الخدمي وتهدم منازلهم أثناء معارك التحرير قبل ثلاث سنوات ووفقاً لهذه المعطيات أعلنت الأمم المتحدة رفضها إعادة النازحين قسرياً إلى مناطقهم مشددة على ضرورة أن تكون العودة بشكل طوعي وذلك لضمان عدم تعرضهم للمخاطر التي قد تكون بانتظارهم حيدر الجابر الحرة مخيم بحركة للنازحين أربيل